موسيقى مشاهدين الكرام نشرة اخبارية مفصلة تأتيكم من التليفزيون المصري اهلا بكم اعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن اطلاق مبادرة مصرية للتقديم 30 مليون جرعة لقاح ضد فيروس كورونا الاشقاء في الدول الافريقية وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الافريقي وخلال جلسة حوارية بعنوان نحو نظم صحية مرنة ومستدامة بافريقيا ضمن فعليات المعرض والمؤتمر الطبي الافريقي صحة افريقيا قال رئيس السيسي ان القدرات المتواجدة في مصر متاحة للاشقاء مشيرا الى انه يكن تقديرا واحتراما انسانيا لكل من يعاني ليس فقط بافريقيا بل في كل دول العالم ما لدينا باخلاص متاح لكم كمشاركة كتدريب كتعليم كعلاج كنقل خبرات او تبادل الخبرات احنا مش مستعدين نعمل ده وزيادة في كل المجالات حتى في صناعة الدواء مع اللي هو اللي احنا بقول فيها ان فيه فرصة كبيرة ويمكن زملاء نتكلموا عن موضوع تصنيع اللقاحات وهنا اسمحوا لي ان انا بتواضع اعلن مبادرة يعني بتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد كورونا لاشقائنا في الدول الافريقية وارجو ان ده يتم تنسيقه مع الاتحاد الافريقي اكد رئيس السيسي ان قلة القدرات لن تقف ابدا امام ارادة لا تلين من اجل تجاوز التحديات واضف الرئيس عبدالفتاح السيسي ان الدولة نجحت في حل العديد من المسائل عبر المبادرات مثل مبادرة 100 مليون صحة ومبادرة فيروس سي فضلا عن قوام الانتظار والتي لا تشمل علاجا طبيا عاديا بل علاجا طبيا ضخما يشمل عمليات جراحية كبرى في المخوى العصاب والقلب والمفاصل حلنا مسائل كتير بالمبادرات مبادرة 100 مليون صحة اللي اتكلموا عليها مبادرة الفيروس سي اللي بنتكلم عليها دي كلها استهداف استهداف لتحديات بعينها لما نتجوزها تحطينا في حتة تانية خالص وخلينا اقول لكم القوام الانتظار اللي كلموا عليها هنا انا مش بتكلم على علاج طبي عادي انا بتكلم على علاج طبي ضخم بتكلم على عمليات جراحية كبرى في المخ والاعصاب والقلب والركب وكل ما تعنيها دي الكلمة لما عرض الموضوع دوت قلنا لا احنا حنستهدف قوائم الانتظار ولن يكون في مصر قوائم الانتظار كما اوضح الرئيس السيسي ان مصر تستهدف الانتهاء من معظومة التأمين الطبي الشامل خلال عشر سنوات بدلا مما كان مقدرا من قبل بخمس عشر سنة واضف انه تم اطلاق المنظومة وتطبيقها في خمس محافظات حتى الان وخلال العشر سنوات سنكون قد نفذنا برنامج تأمين طبي شامل لكل المصريين يمكن متقدرش تعمل تأمين طبي شامل كامل في دولة زي مصر في فترة زمنية يقولها احنا مستهدفين ان التأمين الطبي الشامل في مصر ينتهي خلال عشر سنوات منتمنى كده وبنشتغل على كده ولما طرح الاول عرض علي في هذا الموضوع كانوا بيكلموا في عدد سنين اكتر من كده كانوا بيكلموا في خمستاشر وعشر سنة وانا قلت لهم انا مقدرش ابدا ان يعني نقدر نأجل تقديم خدمة طبية زاد شأن لمواطنين بعد عشرين سنة طبعا في موارد وفي بنية اساسية طبية لازم تكون موجودة لكن احنا اشتغلنا واطلقنا البرنامج وتحركنا فيه ونتكلم في خمس محافظات دلوقتي وبنقول ان احنا ان شاء الله في خلال المدة اللي احنا الزمن بيها نفسينا الحكومة او يعني من حتى يأتوا بعدنا ينفزوا هذه الخطة خلال عشر سنوات نكون عملنا تأمين طبية شامل لكل المصريين وفيما يتعلق بملف المياه قال الرئيس السيسي ان حصة مصر من المياه خمسة وخمسون مليار متر مكعب ولم تتغير منذ سنوات وادف الرئيس السيسي ان مصر عملت على تنفيذ برامج لمعالجة المياه طبقا لمعايير الصحة العالمية والاستفادة باكبر قدر ممكن مشيرا الى ان مصر ستكون اول او ثاني دولة في العالم تستفيد من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها عملنا برامج لمعالجة المياه معالجة سلسية متطورة انا عايز اقول لكم ان البرامج اللي تعملت في مصر في هذا المجال عشان نخلي الانسان المصري في كل مصر ياخد مياه تبقى لمعايير من نظامة الصحة العالمية ادي واحد ثم ان احنا نستفيد بالنقطة بالمياه الموجودة دي باكبر قدر ممكن احنا هكون تقريبا من اول او ثاني دولة في العالم تعزم وتستفيد من معالجات وتحلية المياه لصالح شعبها وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على ان الاستقرار والامن هما اول خطوة في بناء التنمية الحقيقية مضيفا انه بدونهما تصبح فرص النجاح قليلة جدا واضف الرئيس السيسي ان تحقيق الاستقرار والامن ضروري من اجل جب الاستثمارات وبناء البنية الاساسية حتى لا تعيش الشعوب في دائرة من الازمات لا تنتهي وما فيش استقرار وامن في البلد محدش ابدا من الشركات دي تحبقى مستعد يعمل استثمار يجي يعمل استثمار يعمل شركة في بلد والاستثمارات دي تدمر او تخرب ده كلام مش هيحصل مش هتتعمل بنية اساسية للبلد دي من اصله وحتفظل البلد تخش في دائرة من الازمات اللي ها تنتهي والشعوب تفضل تعاني من ذلك فانا بقول اول خطوة بقولها الكل من بيسمعني اول خطوة في بناء التنمية الحقيقية هو الاستقرار والامن ان عدم فرص النجاح بتبقى يعني محدودة جدا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد افتتح فعليات المؤتمر والمعرض الطبي الافريقي الاول صحة افريقيا بمركز المنارة بحضور رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة كما قام ايضا الرئيس السيسي بجولة تفقد فيها الاجنحة المشاركة بالمعرض الطبي الافريقي الاول موسيقى شارك السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمؤتمر الطبية الافريقي الاول وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم باعمال وزير الصحة والسيد لواء طبيب بهائدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والانداد والتموين الطبي والدكتور محمد عواتا جدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية والدكتور هارفي جامس اولتر الحاصل على جائزة نوبل ومكتشف فيروس للتهاب الكبدي الوبائي والدكتور كوستانتينو شوينجا نائب رئيس دولة زينبابوي ووزير الصحة ومعالي سيدة حنيفة كاوويا بانجرانا وزيرة الدولة للصحة الأغندية وعدد من الشخصيات الهم حيث استمع سيادته لجلستين حول أطري دفع التعاون الطبي بالقارة الإفريقية بسم الله الرحمن الرحيم خلوني الأولي لابدأ بأن أنا رحب بكل المشاركين وبالجهد الكبير اللي اتعمل حتى الآن في إخراج المؤتمر بالشكل ده أنا عايز أقول أفريقيا 65% من سكانها شباب ويمكن أكتر من كده أفريقيا قادرة أفريقيا قادرة وإذا كان فيه تحدي إحنا قادرين معا بإخلاص إن إحنا نتجاوز المستقبل لإفريقيا يمكن الناس ما تشوفش ده وهنا اسمحوا لي أن أنا بتواضع أعلن مبادرة بتقديم 30 مليون جرعة للتطعيم ضد كورونا لأشقائنا في الدول الأفريقية وأرجو أن ده يتم تنسيقه مع الاتحاد الإفريقي هذا وعقب انتهاء الجلسة افتتح سيادته المارضة الطبية الإفريقية الأول سيادتك في الافتتاح كان التكليف واضح إن الدول اللاجب اللي يخرج من المدينة يكون على أعلى درجات من الكفاءة ويضاهي الدول مستورد من أرقى الدول في العالم ومنها على هذا الأساس فاندم اشتغلنا على محاور كتير جدا منها لاستخدام التكنولوجي العالي في العملية التصنيعية طبقنا الجي أم بي ستاندر طبقنا معايير الجودة العالمية طبع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي وكنا برضو استثمرنا فاندم في معامل الرقابة والبحث والتطوير وفي الكواد البشرية طبعا يتمينا بها جدا والهدف الثاني كان هو إن إحنا بقى منطقة جذب ومنطقة مركز إقليمي للتعاون مع شركات العالمية وكنا بنا يا فاندم بنحرص جدا إن إحنا ننتقل الشركات فعلا اللي هي حريصة وكبيرة في مجالها يمكن زي بساتك شايف إحنا نجحنا إن إحنا نتعاون مع شركة روش هي أكبر شركة بايو تكنولوجي في العالم في الابتكار وفي الإستثمار شركة أوتسوكا فاندم اليابانية هي أكبر شركة يابانية في العالم في مجال المحلية الطبية والأول مرة سيادتك يمكن هنا اللوجو دبائن سمحوا إن إحنا نحط أوتسوكا جيبته مع بعض الإسمين يبقوا مع بعض في منتج حيطرح وده طبعا يعكس يعني ثقة المجموعة اليابانية في المدينة وبرضو بنتعاون مع شركة ساندوس في الأورام التقليدية فحرسين جدنا فاندم على هذا التعاون اللي في الآخر يعني بيسب المصلحة المريض اللي هو يعني يستحق كل أنواع أفضل العلاجات الدوائية سواء بالنسبة لمستحضرات جيبته أو بالنسبة للتعاون مع الشركات العالمية واسمح لي سيادتك فاندم كان فيه رسالة من رئيس الشركة أوتسوكا في اليابان ممثلها الدكتور أحمد زغلول يبرس الرسالة من الشركة في اليابان وخصوص التعاون مع جيبته بداية يا فاندم أشكر سيادتك لتشريف كلينا ونيابة عن الشركة العالمية الأوتسوكا كامل الإمداد لشركة جيبته والحمد لله فاندم إن شاء الله هنطلق المنتجات بالجودة اليابانية مطابقة للسوق الياباني للسوق المصري والسوق الأفريقي شكرا يا فاندم أسر سيادتك بعد ذلك تم تقسيص 55,000 متر نصنع مواد خام في منطقة الصناعية في قناة السويس وإحنا فاندم مجموعة من 16 شركة بيغزو حدليات إحنا دراع البلد طبعا وإحنا يعني آه والله وفي وقت الأزمات وفي وقت أي حاجة إحنا اللي بنغطي بعدين 13,500 عامل وبننتج فوق الألف صنف بنبيع بحوالي يعني 12 مليار فإحنا فاندم شركة وطنية دعمة وكله بنفس وب يعني توجيح حضرتك والله يا فاندم فشرف لينا شكرا سيدا الرحمن الرحيم فخامة الرئيس بالأصال عن نفسي وبنيابة عن جميع جملائي بشركة فايزر غايفة مصر بنحب نرحب بحضرتك ومعالي السادة الوزراء وضيوفك كرام ونشكر فخامتك أولا على تشريف حضرتك لينا وسانيا على استضافة ورعاية هذا المؤتمر الهام في نسخته الأولى واللي بيأتي ليكي يكمل ويتكامل مع باقي المؤتمرات الإقليمية والتي تهتم وتعتني بمستقبل رعاية صحية في أفريكا والعالم العرب تعداء وفخورين ساعتك واحدة بنتكلم دلوقتي أن أكتر من 85% من مستحضرات فايزر في مصر اللي بتخدم ملايين المرضى هنا كلها متوطنة ومصنعة محلية بتتوافق رؤيتنا مع رؤية مصر 2030 واللي بترتكز على محاور التعليم والصحة والابتكار والمعرفة وثلاث محاور رأسية مع دعم المبادرات الرأسية للصحة ثانيا التعاون المشترك مع الهيئات الصحية اللي انشئت حديثا وثالثا المحور التالت المهم وهو الكلينيكال والسينتيفك بسيرش وتوطين الصناعة أخيرا بنحب نشارك مع حضرتك خبر سعيد النهاردة بخصوص توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا إن إن شاء الله بإذن الله بصدد توقيع مذكرة تفاهم لتعاون مشترك بين شركة فايزر والحكومة المصرية خلال الأيام القليلة القادمة وإن شاء الله تتضمن حزمة من الاستثمارات المحتملة لشركة فايزر حيتم توجيهها بصورة رئيسية للبحث في إمكانية توطين ونقل أحدث التكنولوجيا المتخصصة في إنتاج واحد من أهم المستحضرات البيولوجية لفايزر في مصر وفي حال تمكننا إن شاء الله من تنفيذ هذه الاتفاقية ومنقل التكنولوجيا الخاصة بيها لمصر حتى يكون مصر من أول بلد على مستوى الشرق الأوسط وخامس بلد على مستوى العالم بعد روسيا والأرجنتين وتركيا وساوس أفريقا والله الموفق إن شاء الله شكرا شكرا منرحب بتشريف ساتك فاندم في شركة جريفوز إيجبت لمشتقات البلازما وهي المسؤولة عن المشروع القومي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما وهي شركة مساهمة مصرية تم تأسسها بالشراكة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وشركة جريفوز إسبانية الرائدة في هذا المجال المشروع يا فاندم كان حلم للدولة المصرية وحلم شخصي إن سيادتك من سنين وبفضل توجيهات ودعم سيادتك المستمر الحلم ده أصبح واقعا إن شاء الله أخدم إن شاء المصنع حيثنين بسامتين وفي التشغيل هتاخد سنة يبقى ثلاث سنين كله وحيبقى المصنع منتج إن شاء الله أنا ثلاثين من ما تكلمنا إن شاء الله إن شاء الله شكرا جدا شكرا جدا شكرا جدا أد إييه كنا فرخانين ويأد إيه كنا مبسوطين لأن مصر تستحق إنها تكون مركز لأفريقيا ونتيجة لكده إحنا زيمانز مسؤولين عن مصر وأفريقا وفي نفس الوقت مركزين لأنه فعلا القرى الأفريقية محتاجة أن احنا نديها رعاية أكتر لأنه من حق كل مواطن أنه هيحصل على أعلى درجة من الرعاية الصحية في كل مكان لأي واحد ونتيجة لكده احنا بنتكلم كتير قوي 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 على التحول الرقمي وعلى الزكاء الاصطناعي وكمان بنعمل منتجات مخصوصة عشان الاحتياج ده وده أكبر دليل الجهاز اللي احنا عرضينه ده جهاز رانين مغناطيس لحضراتك تعرفوا الرانين مغناطيس بيحتاج كميات كبيرة جدا من الهيليم أكتر من 2000 لتر ده احنا بنستخدم تقريبا فيه كوباية هيليم بس والتكنولوجي دي بتمكننا أن احنا نقدر نركبه في أماكن بعيدة نقدر نوصله بطريقة ديجيتال مش محتاجين أنه يبقى فيه تواجد سواء من ناحية دكاترا أو من ناحية فنيين أو من ناحية مهندسين لأن احنا ممكن نتواصل المركز الجهاز ممكن يبقى في الخرطوم واحنا نقدر نشغله من مصر ممكن حتى لو حصلت فيه مشكلة فنية نقدر نعمله من هنا وفي نفس الوقت ما بيحتاجش الكميات الكبيرة من الهيليم اللي احنا بيساعدنا ان احنا نحافظ على البيئة ونحافظ على المناق وده يبتماشى مع توجه الدولة والاستراتيجية بتاع الدولة 20-30 لأن احنا نحافظ على البيئة من الانبعاثات الحرارية فتكنولوجي مخصوصة للاماكن البعيدة لانه ايمان بحق كل مواطن انه ياخد احسن رعاية صحية بالاضافة ان احنا بنؤمن وده تركيز من ساعتك وده من توجهات ساعتك انه التعليم والبحث العلمي وتطوير الدكاترا والمهندسين والفنين من الحاجات القوية جدا 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 اللي خلانا احنا الحمد لله عندنا سيمينز اكاديمي للتدريب وعملنا الحمد لله دورات تدريبية سواء لوزارة الصحة او للجامعات او لجهات حكومية مختلفة وان شاء الله من المكان ده من الحدث ده احنا بنعلل لحضرتك انه فيه خطة لان احنا ننشئ فرق تاني للاكاديمية اكاديمية سيمينز في العاصمة الادارية الجديدة لتخدم مصر وافريقيا ومش كمان تخدم بس الجانب التعليمي او البحث العلمي كمان تساعد على التشغيل لان انا هشغل الاجهزة من هنا واقدر ان انا موجود في القاهرة اشغل اجهزة في قصوان او اشغل اجهزة في اي مكان في افريقيا باقل تكلفة وده بيساعدنا لان احنا فيه عجز في عدد الدكاترا وفي الفنيين وفي التشغيل فاحنا بنشكر سعادتك بجد وشرف شرف لنا كبير جدا يا فن والله شكرا يا فن شكرا وراح بساتك فن ده نموز الجلي الموجود في النهاردة الشبكة الوطنية للطوارع والسلامة اللي احنا رابطانها مع اسلاح الاشارة ومربوطة في محافظة اسمعيلية والبورسعيل وكل المحافظات اللي قلقت فيها عمليك للتامي للصح الشامي نقدر ان احنا نشوف عربيات الاسعاف المنتشرة في انطق المحافظة وتقدر من خلال الشبكة الوطنية ان احنا نتواصل مع العربية ونقدر نوجها بشكل مباشر لي عشان تعمل اي التعامل بالنسبة للغرف العمليات أيضا مربوطة للشبكة الوطنية هنا بغرفة عمالات القاهرة والإسماعيلية وبرسعية نقدر أن احنا في خلال أن المصعف هو قاعد بيشوف الحالة معاه جهاز تابت بيقدر أن هو ينتقل العالمات الحيوية ويقدر ينتقل الشخص الحالة بحيث أن المستشفى التجاه حالة نور إقلاعه يكون مستعدة أبل أن يتحرك بكل الأدوية اللي المريض أخذها أو كل حده بحيث أن يكون فيه الأقصاء موجود إذا كان حصل على الأدوية معانية فيه تواصل مباشر كل حاجة بيغيرها المصعف من أثناء التواجده مع المريض داخلين عربية الساعة طبعا مجهزة بأجهزة التنقل الصناعي كأنها غرفة عمليات متلقلة إحنا جابنا أفدل منهم ألف عربية سترك لتعلمات بيهم لمنظومة حياة كريمة السلام للسلطينية العربية وبطي ورقوبية العربية إن شاء الله في الاستفادة حبابة شوف يسروا أن أحاقيفة لحنو في المعرب الوردني بنقل تحيات جلالة مبلاي المعظم عبدالله الثاني بن الحسين والحكومة الأردنية والشعب الأردني لفخامتك وأيضا الحكومة المصرية والشعب المصري الشقيق ونحن في هذا المعرض حقيقة نمثل المؤسس العام للغداء والدواء ونتكل بشكل كبير جدا على العلاقات الثنائية مع مصر الحبيبة والعلاقة مع جلال سيدنا بتعزيز أطر التعاون للمؤسس العام للغداء والدواء والتي أنشئت بغرض الرقابة النوعية على الرذاء والدواء ونفخر جميعا في الأردن بتزايد الحقيقة أعداد الأدوية المسجلة لدينا في الأردن وبنوعية الأغذية المتأتية من مصر الحبيبة إلى الأردن طبعا لتطبيقها المعايير الدولية والمتميزة وكذلك دائرة المشتريات الحكومية واللي قائمة حقيقة على الإشراف بشراء جميع احتياجات المملكة الأردنية من المشتريات ولدينا الكثير من البضائع المصرية في السوق الأردني أيضا هناك حيئة تنشيط السياحة لدينا العديد من الأماهل السياحية التي نسعى إلى أيضا إيجاد أطر تعاون ما بين الأردن وما بين جمهورية مصر العربية بزياد تكامل ما بين الصناعة الدوائية والغذائية والصناعية وكل أوجه تعاون إن شاء الله بوجودكم طبعا وبظل قيادتكم الحكيمة شكرا الحياة فندم حضرك عودتنا نتكلم دايما بأرقام وحقائق فالأجهزة الطبية من شركة جنرال إليكتريك موجودة في مصر من أكثر من 40 سنة حاليا بنخدم أكثر من ألفين منشأة طبية في مصر بحوالي 13500 جهاز راكب في جميع نحاء الجمهورية بجانب شغلنا في مصر احنا دايما بنكون طموحين وغيرين على دور مصر القيادي في إدارة الأعمال في المنطقة مش بس عشان مصر والحقيقة خطوات الأصلاح الاقتصادي التموح لحضرك أطلقتها بالإضافة للاستقرار رغم التحديات العالمية خلى جنرال إلكتريك النهاردة مسؤولة مسؤولية مباشرة في مصر عن البلاد المحيطة زي ربيا والسودان بالإضافة لنمو حجمنا لأكثر من 213 موظف منهم حوالي 70 موظف مصريين في مصر بيخدموا أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وكمان أوروبا بالإضافة لمركز إقليمي لقطع الغيار استراتيجي في مصر هنا واحد من مراكز جنرال إلكتريك الاستراتيجية لتوفير قطع الغيار للمنطقة كلها في ظل تحديات سلسل الإمداد العالمية الحقيقة أنا أستغل الفرصة بتشريف سيادة كلينا وقيمة النسخة الأولى من مؤتمر أفريكا هيلث إكسكن لأن أقول لحضراتك زي ما احنا تعاوننا في مبادرة سيادة لصحية المرأة عن طريق تعاون مع أكبر مركز أورا معالمي في فرنسا لصحية المرأة لإنشاء مركز متكامل صحية المرأة في مكان واحد في أرض مصر جاري إنشاءه حاليا إحنا حاليا شغالين على سرطان البرستاتا وده موضوع الحقيقة فيه تحديات على عدة محاور أولها أن المريض ما بيلجأش للفحص نتيجة أنه بيرانه فحص محرج خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة لزمن الفحص اللي قد يصل إلى خمسين دقيقة أو ساعة فده بيمنع إطلاق برنامج قومي لفحص أعداد كبيرة الحياة من هذا المؤتمر وفي مصر بتشريف سيادتك إحنا شركة جانر إلكتريك بنطلق لأول مرة تكنولوجيا جديدة باستخدام الزكاء الصناعي على أجهزة الرنيل المغناطيسي لفحص البرستاتا فحص ظاهري من فوق بطن العيان في زمن أقل تقريبا لكتلت من زمن الفحص الطبيعي وبدقة عالية تتماشى مع تقييمات بايراد الأورام العالمية فده بيخلينا نقدر لأول مرة في مصر عالميا كأول دولة في العالم تطلق برنامج قومي لفحص سرطان البرستاتا مبكرا وده يعلي نسب النجاح لأكتر من خمسين في المائة الموجودة حاليا بالإضافة أن سرطان البرستاتا لو تم تشافه مبكرا بيكون العلاج يرجع المريض يعيش حالته الطبيعية بطريقة طبيعية تماما فنقدر نكرر النجاح اللي سيادتك وضعت به مصر حاليا التكلفة فيه أكتر من 30 جهاز رانين مغناطيسي موجودين في جميع الحق جمهورية مصر العربية ممكن نعمل لهم تطوير وتحديث لإطلاق التكنولوجيا دي كمرحلة أولى مش محتاجين نشتري أجهزة تانية دلوقتي فالتكلفة هتبقى تكلفة بسيطة جدا يا فندم لأننا أشتري أجهزة جديدة من أول وجديد وحنا جاهزين ومستعدين مستعدين يا فندم وحنا مستعدين من 30 جهازة عن أقض شكرا يا فندم أكيد يا فندم حضرك إحنا كأشخاص مصريين في أماكن قيادية في الشركات العالمية إحنا دائما بنطمح لأن مصري بقى ليها مكانة إقليمية وعالمية في إدارة الأعمال في المنطقة كلها شكرا يا فندم شكرا يا فندم كل الدعم شكرا يا فندم شكرا يا فندم يبعثا الزخم في حركة عالمية هدفها تعزيز تشخيص التهاب الكبد وعلاجه والقضاء عليها وفي كلمة مسجلة وجهها خلال فعليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول أوضح مدير منظمة الصحة العالمية أن عدوى التهاب الكبد بنوع بي وسي تصيب ثلاثة ملايين شخص سنويا كما تؤدي إلى وفاة أكثر من مليون شخص أتوجه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر على قوة التزامكم وقيادتكم الذين بعث الزخم في حركة عالمية هدفها تعزيز تشخيص التهاب الكبد وعلاجه والقضاء عليه تصيب عدوى التهاب الكبد بنوعي بي وسي في كل عام ثلاثة ملايين شخص كما تؤدي إلى وفاة مليون ومائة ألف شخص منهم وهناك أكثر من ثلاثمائة وخمسين مليون شخص يتعايشون مع التهاب الكبد المزمن هناك بعض قصص النجاح الجديرة بالذكر ومن بينها توسيع نطاق هلاج التهاب الكبد سي بشكل كبير والحد من انتشار عدوى التهاب الكبد بي بين الأطفال وذلك يعني أننا نحرز تقدما في تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وتليف الكبد بين أجيال المستقبل غير أن العديد من البلدان والأقاليم والفئة السكنية المتأثرة أو المعرضة للخطر لا تملك الوسيلة للحصول على هذه الأدوات أكد البروفيسر رارفي جيمز أولتر العالم الأمريكي في الفيروسات الحائز على جائزة نوبل بعلم وظائف الأعضاء والطب العام 2020 ومكتشف فيروس للتهاب الكبد الوبائي أن مصر حققت تطورا ملحوظا وخياليا في القضاء على فيروسي وفي لقاء خاص للتلفزيون المصري على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض الضبي الأفريقي الأول صحة أفريقيا أكد العالم الأمريكي أن العمل الشامل الذي يبدأ من قيادة السياسية والمنظومة الصحية في مصر ومصانع الأدوية قد حقق هذا الإنجاز العظيم لقد حققت مصر تطورا ملحوظا وخياليا في محاولة القضاء على فيروسي والرئيس سيسي اليوم وضح كيف استطاعت مصر فعل ذلك فهو رجل صاحب رؤيا ولا يكل ولا يمل ويحرك البلد بأكملها ويحفزها لفعل شيء لم يتخيل أحد أنه من الممكن أن يحدث وبمساعدة القطاع الطبي من أطباء وصيادلة ومطوير الأدوية واقتصاديين آخرين حدث بالفعل أنه قارب على القضاء على فيروسي لقد بدت مصر بأرقام مرتفعة جدا والآن انخفضت بشدة لذلك ما حدث كان رائعا جدا أكد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم قطاع الصحة في مصر بشكل كبير وفي لقاء خاص لتلفزيون المصري على هامش فعليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول أضاف دكتور عوض تاج الدين أن مصر أدركت قيمة وأهمية التوجيهات الاستراتيجية لرئيس السيسي ومنها إنشاء مدينة الدواء التي عملت على توطين صناعة الدواء الحديثة في مصر المؤتمر هذا حدث جديد وكبير وطبعا كلكم أعرفت أنه كانت اختراعات السيد رئيس الجمهورية رئيس عبد الفتاح السيسي والسادته حضر شخصيا لأنه يدعم بشدة الاتج الدواء في مصر وتوفير الدواء بجودة عالية وبمواصفات عالمية وكل أنواع الأدوية والسادته لما فتتح مدينة الدواء المصرية وبدأت تنتج فعلا وبدأت تتعاون مع المؤسسات العالمية عشان تنتج بعض الأدوية الحديثة والمحليل الطبية وأدوية التكنولوجيا الحيوية وبعض المواد الخامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وأكد مدبولي أن الاجتماع الدوري يتم عقده مع الوزرات والجهات المعنية بهدف التوافق والتنسيق بشأن مخططات الطرق والمحاور التي يتم تنفيذها من خلال عدد من الجهات على مستوى الجمهورية حتى تتحقق في هذه الطرق والمحاور الأهداف التنموية وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي ونجحت الوزراء في ضبط 408 قضايا تموينية خلال 24 ساعة بمضبطات بلغت قرابة 32 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تم ضبط أكثر من 26 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأعلى من السعر الرسمي للسلع الغذائية أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 614 قضية من بينها 185 قضية خبز ناقص الوزن و153 قضية خبز غير مطابق المواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 12 قضية بمضبطات بلغت قرابة 67 طن أقماح محلية وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون وضبط حائز الأسلحة النارية ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة أيضا الأنشطة غير المشروع التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن تحقيق النتائل الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1610 عنصرا إجراميا ومصر عنصرين شديد الخطورة بنطاق 24 مدرية أمن والسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح قتل مخدرات سرقة وضبط معهم 963 قطع السلاح ناري أبرزها أربع رشاش 157 مندقية آلية 104 مندقية خرطوش 40 مسدسا 655 فرد محلي وكميات كبيرة من الطلقات المختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقاهلية وضميات وبرسعيد ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 242 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وصارة الداخلية خلال شهر 3805 قطع السلاح ناري بحوزة 3241 متهما أبرزها إثنان رشاش واثنان جيرينوف وخمسماء وأربع عشر مندقية وسلسماء وسبع وستون مندقية ألية ومائة وسبعة وستون مسدسا وألفان وسبعمائة وثلاسة وخمسون فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة العيرة وأربعمائة وخمس وثمانون خزينة إضافة لخمسة ألاف ومائتين وسبعة قطع السلاح أبيض كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وبداخلها أسلحة نارية وأدوات وأجزاء التصنيع وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال شهر في ضبط سمانية تشكيلات عصابية ضموا سبعة وعشرين متهما قاموا بارتكاب سلسين حادث متنوع كما تم ضبط أربعمائة وواحد وسبعين متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنها ارتكاب أعمال البلطقة وتم كشف غموض سلسمائة وثلاس وخمسين حادث ما بين خطف وقتل وسرق بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفا وضبط مرتكبها بإجمالي خمسمائة واربعة عشر متهما كما تم إعادة سبع وخمسين سيارة مبلغ بسرقتها وترسيخا لمبدأ سيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ مليونين ومائة واثنين وخمسين ألفا وتسعمائة وستة وثلسين حكما قضائيا من بينها سمانية ألاف وثلاثمائة وخمسة عشر حكم جنايا وستمائة واربعة وخمسون ألف وستمائة واربعة وعشرون حكم حبس جزئية ومائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية وثمانون حكما مستأنفا ومليون وواحد وسبعون ألف وثلاثمائة وتسعة حكم غرامة وثلاثمائة وخمس ألف وثلاثمائة حكم مخالفة شارك وزير الخارجية سامح شكري عبر فيديو كونفرنس في اجتماع مجموعة الاتصال العربية على المستوى الوزاري بشأن الأزمة بأوكرانيا وقد شارك في الاجتماعات أيضا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت وتأتي الاجتماعات في إطار الجهود العربية الرامية إلى المساهمة في التعامل مع الأزمة الأوكرانية وحل حالتها واحتواء تداعيتها قام الرئيس الأوكراني فولو ديمير زيلنسكي بزيارة لقوات بلاده على الخطوط الأمامية في منطقة زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا وذلك وفقا لبيان أصدره المكتب الرئاسي الأوكراني وأفاد البيان بأن زيلنسكي أشهد بما يقوم به جنود الجيش الأوكراني من أجل حماية الأوكرانيين والبلاد لافتا إلى وقوف زيلنسكي دقيقة حداد على من قتلوا من القوات الأوكرانية في الحرب هذا وتأتي زيارة بعد أسبوع من زيارة مماثلة قم بها زيلنسكي لقوات بلاده في منطقة خاركاب قال الجيش الأوكراني أن روسيا قصفت العاصمة كياف بصواريخ كروز انطلاقا من بحر قاسبيدر وقد أوضح الجيش الأوكراني أن قصف استهدف منشأة لإصلاح عربات القطارات في المدينة في أول هجوم من نواه منذ أسابيع وأشار رئيس بلدية كياف أن شخصا واحدا على الأقل تم نقله إلى المشفى فيما لم ترد بعد تقارير عن سقوط قتل قالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايماندو إن رئيس جو بايدن طلب من فريقه بحث إمكانية رفع بعض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الصين لكبح المعدل المرتفع الحالي من التضخم وأشارت رايماندو إلى أن الإدارة الأمريكية تقوم بالفعل بدراسة الأمر مؤكدة أن على بايدن اتخاذ هذا القرار بعد دراسته تواجه أوروبا العديد من الأزمات وخاصة ارتفاع أسعار البيض التي وصلت لمعدلات غير مسبوقة منذ عام 2015 وقد أكد المكتب الزراعي الفرنسي ارتفاع أسعار البيض في فرنسا بنسبة 69% عن العام الماضي ونتيجة لذلك قد يضطر المستهلكون إلى دفع أسعار على المنتجات الغذائية المصنوعة من البيض تواجه الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة العديد من الأزمات في الوقت الراهن ومنها ارتفاع أسعار البيض التي وصلت لمعدلات غير مسبوقة منذ عام 2015 عندما واجهت أسوأ تفشي لإنفلونزا الطيور على الإطلاق وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أفريل الفرنسية للأغذية الزراعية إن أسعار البيض سترتفع بنسبة 44% بسبب الحرب في أوكرانيا والتضخم الذي تعاني منه دول العالم وزارة الزراع الفرنسية قالت إنه منذ بدء تفشي وباء إنفلونزا الطيور في نوفمبر الماضي تم ذبح 16 مليون طائر في فرنسا ما يعد رقما قياسيا وقال فريق الخبراء في إنفلونزا الطيور التابع للجنة الدولية إن هناك 18 مليون طن من البيض يتم إنتاجه في العالم وبالمقارنة بالعام الماضي فقد ارتفعت أسعار البيض بنحو 22% في أوروبا و44% في الولايات المتحدة وقد أثر ارتفاع التكاليف في جميع أنحاء سلسلة التوريد والتوافر الحالي المنخفض للأعلاف والحبوب بشكل مباشر على هذا الارتفاع في الأسعار كما لعبت إنفلونزا الطيور دورا لا يمكن إنكاره في ارتفاع أسعار البيض في العالم مع وجود أكثر من 21 مليون حالة في جميع أنحاء العالم ووفقاً للمكتب الزراعي الفرنسي ونتيجة لذلك قد يضطر المستهلكون إلى دفع أسعار أعلى للمنتجات الغذائية المصنوعة من البيض وفي هولندا تم الإبلاغ عن 33 ألف حالة إصابة بإنفلونزا الطيور وللتخفيف من انتشاره تم أعدام أكثر من مليوني طائر داجن وهذا يؤثر بطبيعة الحال على القدرة على إنتاج البيض وكانت أوكرانيا الموردة الرئيسية للبيض إلى الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة حيث شكلت نحو نصف الواردات متقدمة على الولايات المتحدة أعلنت الشرطة الأمريكية مقدة ثلاثة أشخاص وإصابة أربعة عشر آخرين قرب حانة في ولاية تينسي إلى ذلك قتل ثلاثة أشخاص وأصيب أحد عشر آخرين بجروح بعدما أطلق عدد من المسلحين النيران على حشد في شارع مكتظ في مدينة فيلادالفيا الأمريكية هذا وقد قال المفتش في شرطة فيلادالفيا دي أف بيس قال إن رجلين وامرأة قد قتلوا مشيرا إلى أن عناصر الأمن الذين سرعوا الاستجابة إلى الحادث قد لاحظوا وجود عدد من الأشخاص الذين أطلقوا النيران على الحشد ندد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيتا بالاستفزازات الكورية الشمالية وإطلاقها ثمانية صواريخ باليستية مؤكدا أن حكومته قدمت احتجاجا إلى بيونج يانج شددت خلاله على عدم التهاون في تهديد أمن البلاد يأتي هذا فيما دعا المبعوث النووي الكوري الجنوبي كيم جون مع نظيره الأمريكي سان كيم بيونج يانج بوقف الاستفزازات وإعادتها إلى طاولة المفاوضات من جانبه وجه رئيس الكورية الجنوبية يونسوك يول بتعزيز الردع الموسع والوضع الدفاعي المشترك بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية ردا على إطلاق بيونج يانج الأخير لصواريخ الباليستية كما طالب الرئيس الكوري الجنوبي قوات بلاده بالحفاظ على درجة الاستعداد القصوى ومواصلة تعزيز الردع الموسع بين سو وواشنطن بما في ذلك منورات الدفاع الصاروخي بينهما أحال رئيس مجلس نواب المستشار الدكتور حن في جبالي خمسة قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة أحالهم إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها كما شهدت أيضا جلسة اليوم نقشت طلبات إحاطة مقدمة من عدد من الأعضاء جلسة جديدة لمجلس النواب رئيسة المستشار الدكتور حن في جبالي واصل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ووافق المجلس خلال الجلسة على تفويد مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة 13 طلبا مقدما من النواب يطالبون فيها باستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الملفات كما تمت مناقشة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من الأعضاء عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بعدة موضوعات منها إعادة تشغيل المصانع المتوقفة وإنشاء مصانع جديدة في ضوء خطة الحكومة لتطوير المنتج المحلية من المهم تحديد الصناعات أي دراسة الأسواق المحيطة بمصر من متطلبات وفرص التصدير لها ومنها يتم تحديد العديد من الصناعات الاستراتيجية لتوطين التكنولوجيا من صناعة السيارات الكهربائية إحنا بنتكلم على ملايين الشباب المنتظرين لفرص حقيقية عشان زي ما احنا بنقول إن التوجه العام للدولة المصرية الآن هو دعم الشباب ودعم هذه المشروعات مهم أيضا إن أنا أكون بتكلم على قطاع كبير جدا ملايين الشباب محتاجين إن يكون عندهم تمويل حقيقي دعم حقيقي مشروعات حقيقية عشان نساعد في مسألة التوطين الصناعية عشان نحقق تنمية صناعية حقيقية قادرة على مواكبة التطورات اللي بتحصل في السوق العالمي ومواكبة التحديات اللي بتواجه مصر إحنا في حاجة لعمالة فنية مدربة أدرة إنها تدي الصناعة المصرية أقصى طاقتها وتقدر تخليها أدرة على المنافسة وخلال رد الحكومة على عدد من طلبات الإحاطة أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الوزارة أعدت خطة تحرك عجلة بالتنصف مع رجال الصناعة ارتكزت على إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الكطاع الصناعي والناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية لافتة إلى أنه يجرى حاليا إعداد مشروع قانون بمنح حوافز وإعفاءات ضريبية لبعض الصناعات هذا وقد صادق المجلس خلال الجلسة على مضابط الجلسات من الحديثة والثلاثين حتى الخامسة والثلاثين بالإضافة لإحالة خمسة قرارات جمهورية بشأن الموافقة على عدد من الاتفاقية الدولية وأربعة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وقرار رئيس الجمهورية بإصدار التعريف الجمركية إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وأعداد تقارير بشأنها وفي لقاء خاص مع تلفزيون المصرية أكد عدد من النواب أن الصناعة تمثل حاليا قوة كبيرة للاقتصاد المصري لفتنا إلى أن هناك إرادة سياسية لتوطين الصناعة بمصر نهاردة كنا مقدمين طلب منقشة عامة عن أهمية توطين الصناعة والاستغل الأمثل للمجمعات الصناعية الحالية ويمكن ده جاي من الإرادة السياسية لقيادة السياسية أننا المضي قدما في توطين الصناعة وده ما بقاش رفاهية بسبب التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية وإحنا محتاجين نقلل لستة وفاتورة الواردات وده هيوفر فرص عمل كلمنا مع وزيرة الصناعة في أهمية تيسير الإجراءات اللي بتاخد ثلاث شهور في هيئة تنمية الصناعة وتفعيل دور الشباك الواحد وتوفير المرافق للمجمعات الصناعية الموجودة بالفعل عشان نقدر نرفع نسبة الإشغال ونحق توطين الصناعة بجد في مصر الصناعة في مصر محتاجينها محتاجينها هي القوة الأساسية للاقتصادنا والاحتياجنا الاقتصادي وتمنى أننا نتمنى أن دخلنا واقتصادنا يبقى من جوة صناعتنا أنا بأتمنى أن يكون في صناعة للألات الزراعية صناعة للسيارات المصرية دي لأفريقيا كلها نحن البوابة الأساسية لأفريقيا لابد أن يكون لدينا الصناعات لنقدر نقضي بها أفريقيا وشاهدينك كراما من أخبار السياسة إلى أخبار الاقتصاد نعم الأخبار الاقتصادية مع أيا الكفوري شكرا رفضا شكرا أمي مول أن نتحاول إلى جولتنا الاقتصادية محادية معالمية أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفينجا مع أن مؤشرات الربع الأول من العام الجاري سجلت ارتفاعا ملحوظا في الصادرات السلعية حيث سجلت زيادة بنسبة 22% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 لافتة إلى أنهم من المستهدف الوصول بقيمة الصادرات مع نهاية عام 2022 إلى حوالي 40 مليار دولار وخلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة لمواجهة دعاية الأزمة الاقتصادية العالمية أمام مجلس النواب أشرت الوزيرة إلى أن الصادرات السلعية المصرية حققت طفرة تاريخية وغير مزبوقة خلال عام 2021 حيث سجلت نحو 32 مليار و300 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ نحو 27% مقارنة بعام 2020 لتحقق بذلك أعلى معدل تصديري في تاريخ التجارة الخارجية لمصر وإلى البنصة المصرية التي تمينت مؤشراتها بختام تعاملات جلسة اليوم وبدأ جلسة الإسبوع وأغلق رأس المال السوقية عند مستوى 659 مليار و900 مليون جنيه وذلك وسط دولات بلغت نحو 3 مليارات و100 مليون جنيه أما على صعيد المؤشر فقد فتح مؤشر EGX30 اليوم عند 10 ألاف وسبع نقاط ليغلق عند مستوى 9986 نقطة منخفضا بنسبة 21 من المائة في المائة بينما فتح مؤشر الشركة المتوسطة الصغيرة EGX70 عند 1735 نقطة ليغلق عند مستوى 1753 نقطة مرتفعا بنسبة 21 من المائة في المائة وعن مؤشر الشركة الأوصى نطاقا EGX100 فقد فتح اليوم عند 2680 نقاط ليغلق عند مستوى 2629 نقطة مرتفعا بنسبة 79 من المائة في المائة من البورصة إلى أسواق العمنات حيث تبانت أسعر العمنات أمام الجنيه المصري ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل إلى 18 جنيه و6 قروش و60 قرش بينما وصل سعر البيع إلى 18 جنيه 67 قرشاً عن اليورو 19 جنيه 87 قرشاً وسعر البيع 19 جنيه 96 قرشاً نصل معكم مشاهدين للجنيه الاستريني 23 جنيه 32 قرشاً وسعر البيع 23 جنيه 42 قرشاً بالنسبة للعملات العربية نبدأ معكم بالدرهم الإماراتي والذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 5 جنيه 6 قرش وسعر البيع 5 جنيه 8 قرشاً وأخيراً الريال السعودي سجل سعر شراء وصل إلى 4 جنيه 95 قرشاً وسعر البيع 4 جنيه 98 قرشاً أظهر مسح اقتصادي أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية وصل نموه القوي في مايو مسجل النمو للشهر الـ 21 على التوالي واستقر مؤشر ساندر اندبولز بلوب لمديري المشتريات في السعودية عند 55.17 نقطة في مايو وهي القراءة ذاتها المسجلة في أبريل هذا وانخفض نمو التوظيف في المملكة بصورة طفيفة لكنه ما زال في منطقة النمو انتهت مشاهدين جولتنا الاقتصادية عودة مرة أخرى الأميمة تمامة ورغضة أبو للا إليكم شكراً لك يا آية أعلنت الصين وصول رواد الفضاء الصينيين الثلاثة إلى محطة تيانجانج الفضائية التابعة لبلادهم عقب نحو سبع ساعات من انطلاقهم على متن الصاروخ من طراز لانجمارش وقالت مصادر إعلامية الصينية أن الفريق مكلف باستكمال تجميع وبناء محطة تيانجانج الفضائية كذلك تشغيل المعدات وإجراء تجارب علمية هذا وقد أطلق أو أطلق برنامج الفضاء الصيني أول رائد فضاء في المدار عام 2003 مما جعلها ثلاثة دولة تقوم بذلك بمفردها بعد الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة وما الآن مشاهدين الكرام فإلى أخبار الرياضة نعم عودة مرة أخرى إلى آية إليتي شكرا لكم والآن نتابع جولتنا الرياضية محليا وعالميا يصدف المنتخب الوطني الآن نظيره الغيني على السادة القاهرة في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 وانتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي تأهل منتخب ويلز لنهاية كأس العالم 2022 بعد فوزه على ضيفه المنتخب الأوكراني بهدف النظيف في الملحق الأوروبي لتصفات المونديال وسجل الأوكراني أندري يارمولينكو هدف المباراة الوحيب بالخطأ في مرمى في الدقيقة الرابعة والثلاثين لتبلغ ويلز نهاية كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها دخل المنتخب الوطني لكرة اليد معسكرة مغلقاً بالمركز الأولمبي بالمعايد في إطار الاستعدادات لخوض دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسختها التسعة عشر والتي تصدفها مدينة وهران الجزائرية في الفترة من الخامس والعشرين من يونيو الحالي إلى السادس من يونيو المقبل كما يستعد المنتخب اليد لبطولة الأمم الأفريقية في نسختها الخامس والعشرين والتي تصدفها مصر في الفترة من الحالي عشر وحتى الثامن عشر من يونيو المقبل توي جاء الإسباني رافاين نادال بلقى بطولة فرانس المفتوحة للتنس للمرة الرابعة عشرة في تاريخه وجاء فاوز نادال عقب تغلبه في المباراة الهائية على النرويجي كاسبر روت بثلاث مدموعات دون رد وبوقع ستة أشواط الثلاثة وستة أشواط الثلاثة وأيضا ستة أشواط مقابل لاشي وذلك في غضون ساعتين وثماني عشرة طلقة انتهت الجولة الرياضية عود مرة أخرى إلى أومي مورغد شكرا لك آية اختتمت اليوم في بريطانيا أربعة أيام الاحتفالات باليوبيل البلاتيني لجلوس المالكة إلى زباثة على العرش وذلك بخروج عروض فنية لتجوب شوارع وسط لندن مع توقعات بأن يشارك عشرات الآلاف على مستوى البلاد في الحفلات وقد قيمت سلسلة من حفلات الغداء بمناسبة اليوبيل البلاتيني في إنحاء بريطانيا ويقدر عدد الحاضرين بنحو ستة عشر ألفا بينما يقام ستمائة حفل آخر في دول أخرى منها كندا والبرازيل ونيوزيلاندا واليابان وجنوب أفريقيا أما الآن فمع أحوال الطقس وعودة مرة أخرى إلى آية كفوري إليك آية شكرا لكم مجددا والآن محليا وعالميا نتبع أحوال الطقس يتوقع خبراءات الأرصاد الجوية أن يسود غدا لاثنين طقس حار نهارا على القهرة الكبرى والواجه البحري مائل للحرارة على السوحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد بينما يسود لينا طقس معتدل على كافة الأنحاء وذي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن وحافظات الجمهورية نبدأ من القهرة العظمى 35 الصغرى 23 الإسكندرية 29 22 مطروح 28 20 بورساية 28 22 والإسماعيلية العظمى 35 الصغرى 22 أيضا السويس العظمى 35 الصغرى 21 العريش 30 22 طابة 33 22 شرم الشيخ 36 28 والغرضاقة 37 28 أيضا الأقصر العظمى 41 الصغرى 24 أسوان 41 26 الوادي الجديد 40 26 شلتين 39 26 وأخيرا حليب العظمى 35 الصغرى 23 أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية نتابعها الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وشادينا كرام كان هذا ما لدينا من أخبار